يوماً بعد آخر، تتفاقم المعاناة الاقتصادية في مختلف مناطق البلاد ولا يبدو أن التحالف السعودي الإماراتي جاد في دعم النظام السياسي الذي أنتجه اتفاق نقل السلطة فصار المجلس الرئاسي وريثاً لتركة معقدة من المشاكل السياسية والاقتصادية ووريثاً لخذلان الحلفاء في الوقت نفسه الوديعة السعودية الإماراتية المعلن عنها بعد إعلان نقل السلطة في إبريل الماضي وجدت طريقها إلى اشتراطات بيروقراطية معقدة لا تتناسب مع الاحتياج الطارئ إليها ولا مع ظروف إعلانها الذي تحول إلى وعد مؤجل الظروف الاقتصادية المتدهورة إضافة للأجندة السياسية المتبينة تدفع سكان المناطق الجنوبية والشرقية إلى حالة من الغليان والفوضى حيث لم تتوقف حركة الاحتجاجات في عدن وحضر موت إلا لتبدأ من جديد قيادة الهبة الحضرمية بحضر موت حددت باستئناف التصعيد ومنع تصدير النفط احتجاجاً على تجاه للحكومة لمطالب أبناء المحافظة واستمرار ترد الخدمات وفي مقدمتها أزمة الكهرباء وانقطاعاتها الحادة في ساحل ووادي حضر موت وارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية وانهيار العملة وتدني مرتبات الموظفين والاختلالات الأمنية وأقرت قيادة الهبة الخطوات العملية للتصعيد مشيرة إلى تدشينها قريباً دون مزيد من التفاصيل وفي عدن قطع محتجون طريقاً حيوياً يربط بين معظم مديريات المدينة احتجاجاً على استمرار ارتفاع أسعار الوقود وترد الخدمات وقالت مصادر محلية أن المحتجين قطعوا خط الجسر في عدن وقاموا بإيقاف مركباتهم في الطريق متهمين شركة النفط بتعمد بيع الوقود التالف للمواطنين ما تسبب بحدث أعطال في سياراتهم وكانت شركة النفط أقرت بيع الوقود صفيحة 20 لتر بمبلغ 19 ألف وتسعمائة ريال فيما يباع في المحطات التجارية بـ 26 ألف ريال وشاهدت مدينة الشاحر بمحافظة حضرموت تظاهرة غاضبة لتنديد منقطاع الكهرباء وزيادة أسعار المشتقات النفطية وانهيار العملة وقطع المتظاهرون الشارع الرئيس في المدينة وأشعل النار في الإطارات التالفة تعبيرا عن غضبهم واستيائهم من الوضع الخدمي والمعيشي مستنكرين دور السلطة المحلية التي وصفها بالعجزة عن توفير الخدمات وتحسين الكهرباء في ظل ارتفاع قياسي في درجات الحرارة وفي مديرية الدوعا بمحافظة حضرموت تسبب غياب الكهرباء في تعطيل عمل المستشفيات والوحدات الصحية وشباكات الاتصال ومضخات المياه ونفذ عشرات المواطنين وقفة احتجاجية أمام مقر محطة الأهرام للمطالبة بتوفير الوقود لتشغيل المحطات بصورة عجلة كما طالبوا بربط المديرية بالمحطة الغازية بوادي حضرموت اشتركوا في القناة